بقدرة انتاجية تقدر بألفين قنطار يومياً بالنسبة للقمح الليين وستمائة قنطار بالنسبة للقمح الصلب يعتبر فرح حبوب الغرب ببشار التابع لمجمع الصناعات الغذائية أكغوديف من أهم المصانع التي تغطي احتياجات ولايات الجنوب الغربي من هاتين المادتين الاستهلاكيتين الأساسيتين المركب يغطي ست ولايات الجنوبية الغربية ببشار أضرار تندوف برج باجي مختار بني حباس وتميمون المجمع وبوتيرة عمل متواصلة 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع دون ستناء يضمن توفير مادتين قمح الليين والصلب يومياً وتيرة تصهر على تحقيقها سواعد محلية وكفاءات شاب عدد العمل بالنسبة للمركب التعناها 186 عامل من بينهم 35 عامل على مستوى مراكز التوزيع في الولاية الستة الفرع الغربي يتطلع إلى توسيع قائمة منتوجاته لتزويد السوق الغربية الجنوبية بمواد استهلاكية أخرى يوفرها المجمع في ولاية الشمال عدنا مشروعين المشروع الأول وحدة لتغذية الأنعم الخضرة الإنتاجية تحت 700 قنطار يومياً خلال ستة أشهر إن شاء الله يكون قيد الإنتاج أما الثانية فهي وحدة لإنتاج العجاء الغدائية قدرة الإنتاجية 240 قنطار يومياً ليبقى مجمع أغوديف من المؤسسات التي تساهم وبشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بمنتوجات 100% جزائرية